اشتركوا في القناة امراض نسائية ومعالجة تعقم سواح الخير دكتور يسعد صباحك يسعد صباحك دكتور اهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نعرف شو هي عملية طفل الامبوب عملية طفل الامبوب الحقيقة هي حدوث الالقاح ولكن خارج جسم المرأة يعني احنا نكون لسبب معروف احيانا غير معروف او سبب مجهول احيانا ممكن انه نضطر نعمل هاي العملية خارج جسم يعني ناخد بو ايضا عند السيدة ناخد النطفة عند الرجل نقوم بعملية القاحن للحصول على هذا الجنين خارج جسم المرأة وبعدين نقوم بعملية الارجاع الى داخل الرحم طبعا ممكن الارجاع يكون لجنين او اتنين او او اثنين او او اربعة حسب الحالة طيب دكتور خلينا نقول يمكن ايما تبيلجأ الزوجين لعملية طفل الامبوب يمكن فينا نقول في عوامل كتير لإقامة هاي العملية او يمكن للعمر الكبير تأخر بالانجاب نوعا ما ممكن يمكن نلجأ العملية طفل الامبوب نحن بالغالب وخاصة ببلادنا غالبا عم تكون العملية عم تجرى للسيدات او الازواج الذين زوجوا في عمر متأخر وبالتالي لما زوجوا في عمر متأخر كان فيه مشكلة انجابية يعني السيدة عندما تجي بيكون عمره مثلا 35 يقول انه انا ليش طلع عندي مشكلة انا اساتني صبية هي الحقيقة بالعمر الزمني هي فعلا صبية ولكن قد يكون بالعمر الانجابي صار متقدم شوي مخزون البيوت صار قليل المبيضين ما بقى عطونا الدعم الكافي الهرموني حتى نحن نقدر اما يصير حمل او حتى ندعم استمرار الحمل ولذلك نحن وهذه الحالات اللي هنه غالبا بيراجعوا العيادات او مراكز طفل انبوب لحتى يطلبوا الدعم او المساعدة للحصول على جنين او الحصول على حمل طبعا فلذلك التقدم بالعمر الانجابي هو اكتر سبب عم يكون بالرغم من انه نحن نشوف عدد لا بأس به من الحالات لازواج بعمار صغيرة وعميراجعوا العيادات لمشكلة نقص خصوبة يعني احنا لا ما كتير صننا من حبة استسمية عقم لنقص خصوبة لانه في مشاكل تواجهتهم وهن صغار بالعمر يعني عمرهم 25 او 26 حتى الزوجين يعني طبعا وهون منرجع لفكرة انه ليش ما نحن عملنا استقصاء قبل الزواج ليش ما نعمل دراسة للحالة النجابية قبل الزواج مو لحتى نحن ازا شفنا انه في مشكلة مبطل متزوج لا نحن حتى نحاول نحن يكون معنا وقت اكتر نحاول نحاول نحن بسرعة على الحل لانه التأخير بحد ذاته يعني هلأ انتم صبايا بتعرفوا بتزوجوا اليوم بقرروا انه هن ثلاثة سنين ما بدون ولاد لانه هن عم ينزلوا شي حياتهم فنحن بعد ثلاثة سنين بتكون مشكلة موجودة اليوم صادت مزمينة اكتر وبالتالي حلها أصعب والبحث عن حلول لقلا بيعزبنا اكتر فهدول وانه بيعرفوا من قبل الزواج انه في مشكلة كنا علي لابلشنا فورا بحل وبحسنا عن حل ولقينا خلال هالفضل ثلاثة سنين ما انتظرنا كل الوقت نعم دكتور اكيد رح نتعمق اكتر بالحديث كنا عم نحكي قبل الموجز دكتور ورح نتابع حديثنا وفي سؤال يمكن كنا عم نحكي تحت الهوى وهو يمكن مشكلة حقيقية من واجهها أو بيواجهوها السيدات انه مو من اول مرة بيزبط الطفل الانبوب ولا من تاني مرة وبييقسوا بالصير يمكن الحالة النفسية بتأثر أكتر على لإستجابة جسمون لطفل الانبوب فبدون عدة مرات لحتى يمكن يتأبل جسمون الطفل الانبوب للأسف انه المشكلة وهذا اللي احنا منقللهم يا منحاول نكون عم نتواصل معهم بشكل ممتاز لنوصلهم هاي الفكرة انه لو ياريت كون عنا لإدرة انه كل الناس بيعمل الطفل الانبوب تنجح عندهم نحن بأحسن الأحوال عم نقول بأحسن الأحوال بأحسن المراكز بأحسن الحالات الطبية يعني عند الزوجين اللي مشكلتهم كتير بسيطة بسيطة نظريا بالنسبة لطفل الانبوب لولا لو بسيطة ما كنا رحنا على طفل الانبوب ولكن باستطبابات طفل الانبوب هنه يعتبروا من الأسهل نحن بأحسن العملية من المرة الأولى وبالتالي نحن عندنا ستة لسبح حالات فشل فياريتك عن الإدراء كم عملية تقريبة ممكن نحن نقول بعد العملية الثانية حتى يأسوأ الأخير لا حتى تجيب الجسم نوع ممكن قبل الاستجابة نحن كعملية الطفل الانبوب أنا بأقول لهم دائما نحن عندنا عدة مطبات هذول لازم عملية أصلا في سيدات بيروحوا ما بيعرفوا شو بدي يصير وما بيفكروا أن عملية الطفل الانبوب هي عملية ناجحة حتى يسبب العكس لا وفي يمكن كمان سيدات الإجراءات اللي بتاخد بعد العملية هي اللي بتأثر عدم نجاح العملية هنه بفكروا أن العملية لم تنجح بس في يمكن تعليمات ورشادات يجب أن ترافق هاي العملية نحن عنا مطبات أثناء إجراء أو التحضير لإجراء عملية الطفل الانبوب لأن عملية الطفل الانبوب هي آخر مرحلة به البروزيجر كله وبالتالي أنا ممكن أعطي تحريض وما تستجيب المريضة ممكن يطلع تستجيب المريضة لتحريض لكن ما يطلع بيوض ممكن البيوض ما تكون ناضجة ممكن ما يصير القاح بأجنة من الدرجة الأولى لأن الأجنة نفضل نرجعون لداخل الرحم وممكن نرجع الأجنة لداخل الرحم والأجنة لا يستمر ففكرة تتخيلي عدد المطبات والعذاب عن المطبات فنحن لا نقول أن الموضوع سيء لا لكن نحن لازم نشرح للسيدة بالتفصيل ميزات وسيئات حسنات وسيئات هذا الإجراء نحن نعمل وبالتالي ما لدينا الإدراء دائما أن نقول أن هذه العملية هي ناجحة 100% ومنذ المرة الأولى هناك يتوفقون من أول مرة ونحن يكونوا على فكرة نحن لدينا شك بأنها ستنجح أصلا وبتنجح من المرة الأولى ونحن سيدات ونحن وأزواج يرون أن حالتهم نسبية بسيطة ونبيض 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 وللأسف ثلاثة مرة وهذه الأزواج يغيرون يعني يأتي مثلا لعند دكتور شادي بهالمحاولة ما نجح يذهب لعند X ما نجح وعند Y ما نجح ويدور وهو الحقيقة لا علاقة بهالمركز أو هذا لأنه هناك نسبة فشال ونحن يكون حظم بهالم نعم دكتور راي من السنوات الأخيرة يعني من قبل كان العالم وإن يعملوا طفل الأنبوب يروحوا لخارج سوريا ولكن بالسنوات الأخيرة يمكن أنصار طفل الأنبوب هو من أنجح الأجهزة الموجودة بسوريا تواجدت دعونا نتحدث عن الأجهزة الموجودة دعونا نتحدث عن التطور الموجود بالأجهزة نتحدث على السؤال لأنه نحن من الأساس ومن زمان أكثر من عشر سنين من قبل الأزمة وحتى بالأزمة بالأزمة يخف الموضوع ولكن من قبل الأزمة كان عدد الأزواج الذين يأتي من خارج سوريا لسوريا الذين يعملوا والذين من جنسيات غير سورية أو سورية لأنه يعملوا عملية الطفل عمبوب هنا أكثر من يمكن أن يذهبوا من سوريا للبرا ولكن البروباغندا التي تنعمل للمراكز خارج سوريا تتوضح أكثر هذا الموضوع أول موضوع الدرجة دائما أنه لبرا لا نحن وصلنا مرحلة من التطور العلمي أنه 100% وفي كثير أزواج بيعملوا بسوريا وما بيقولوا أنه عملية الطفل عمبوب سواء في سوريا أو عند الطبيب الفلاني طبعا فيه تكتم تعرفين الموضوع فيه خصوصية خصوصية طبعا من التكتم الأجهزة الموجودة في سوريا المراكز موجودة في سوريا وعن بيحكي بكل المحافظات اللي كان فيها مراكز طبعا ماك المحافظات بقى فيها مراكز شغالة أو ما زالت قيد العمل ولكن المراكز الموجودة بسوريا حاليا فيها من التطور الكافي جدا بنافس كتير من المراكز الموجودة خلينا قول بدول الجوار والأجهزة الموجودة متطورة الأجهزة الموجودة حديثة بتعطي نتائج كتير كويسة الأطباء المخبارين اللي بيشتغلوا بطفل عمبوب وهذا نوع هذا طبعا شي مهم لأنه صحيحنا كأطباء نشتغل بطفل عمبوب يعني أخصائي نسائية وعقم بواجهة عند المريض ولكن طبيب المخبري هو طبيب كتير أساسي بهذا الموضوع وعننا خبرات كتير متطورة ومتقدمة وصاروا كتير دول الجوار يحاولوا يعني يسرقوا هدول الخبرات من عنا لأنه في عنا خبرات ممتازة وبالتالي هنأقول الأجهزة البشرية والتقنية موجودة موجودة عنا بشكل ممتاز حتى نحصل على النتائج الممتازة ومئة بالمئة معكبة التطور طبعا طيب دكتور خلينا إجراءات لبعد العملية كيف مهم يلتزموا فيها الزواجين يعني إلنا نرجح العملية بعيدا عن العامل الطبي هناك عامل جسدي ونفسي مرافق له العملية هلأ ما في داعي لأنه سيدة تعمل عملية طفل أمبو بترتاح ولا دقيقة يعني بأوروبا لما كان كنا بالمركز لنعمل طفل أمبو كانت سيدة بتعمل طفل تجي من البيت أو من الشغل حسب الموعد لأخذته ممكن تكون راحة عشغلة ومزيعة راحة عشغلة اجت من الشغل عملية عملية الإرجاع أمب أحكي على بعد 5-10 دقائق بعد 4 ساعة بتفيق المريضة بعد 4 ساعة ترجمة تروح تمارس أي نشاط حياتي لكن عملية الإرجاع التي لا تحتاجها تخدير ممكن تأتي من شغلة تعمل عملية الإرجاع وتنزل وترجع تمارس نشاط اليوم هذا الكلام مفاجئ لأنه سيدات تخيلوا أنه لا يستطيع أن يرتاحوا خمس تشهر بعد عملية طفل أمبوب لكي لا تفعل فهو الحقيقة هي ما بد راحة ولكن نحنا نحن نحاول نقدم دعم نفسي للسيدة بأنه هي ترتاح حتى تحس بأنه هناك قادم يعني هذه العملية التي تعبت كثيرا فيها أخذت أدوية التحرير ونحنا نتشكر دائما السيدات على أنه هن المعنيين بالموضوع لأنه حتى ما يكون المشكلة عند الزكر أو عند الزوج فنحنا العمل كله عند السيدة وبالتالي هي تتعرض لكل الإزعاج عملية طفل أمبوغ أو القاح الحالة النفسية دي تلعب دور فينا نقول طبعا الموضوع النفسي هذا كثير مهم الدعم النفسي كثير مهم دعونا نقول أنه وجود الزوج مع الزوجة أو وجود زوجين مع بعضهم كثير شغلة مهمة وأنا بحاول دائما أنه السيدات اللي بيجوا لعننا لحالهم حتى خلال عملية التحريض لأنه بعملية التحريض الإباضة منضطر نشوف السيدة عدد من المرات لحلتنا رائب عملية التحريض وتطورها ففيه سيدات كثير بيقبوا حرام عم يجوا لحالهم وعمل حرام لأنه هنه يعني هذا عم يفقدوا الدعم النفسي اللي هو موجود نحنا نحن ما مننتبهله وما مندق عليه فمشان هيك لازم هنا يتسطحوا خمس دكتور الله خليك بس نعمل بعد ما نعمل عملية إلن أنه أنا لازم ارتاح لأنه أنا ما ما بقدر برتاح فهذا كتير مهم الدعم النفسي كتير مهم الراحة مهمة لأنه هي تعطي راحة نفسية وليس هو لأنه نحن محتاجين للراحة لعلى العملية ولكن نحن محتاجين لأنه تعطي راحة نفسية تحس سيدة أنه عملت كل شيء لازم حتى تأمن النجاح الأمسل لها العملية بكفي أنه يكون عنده دكتور داعم نفسي كتير مهم مثل حضرتك دكتور به الخطام خلينا نحكي عن موضوع كتير مهم هو تشوه الأجنة بطفل الأنبوب يمكن في كتير حالات أو هاي الحالة إذا هي صحة أو صحية أو أي أو لا يعني ما نشوف كتير ويلادات فيها تشوه خلقي نتيجة أنه هي طفل أنبوب هلا ميزة طفل الأنبوب أنه نحن فينا نتجنب أي تشوهات خلقية وطبعا باتباع وسائل اللي هي صات حديثة عم تتبع ما في عد فينا أقول حديثة يصر لها سنوات بس تقنية هي دراسة صبغية بالليزرية لصبغيات الجنين لحتى نقدر نعرف هالصبغيات هالهو طبعا نحن أبو الغالب عم نحاول صات عم تستخدم لتحديد زكر أو أنسر وهو تحديد دقيق 100% لنعرف صبغيات الأجنة اللي نرجعهم لداخل الرحم ولكن نحن بنفس الوقت فينا نعرف هل في أي تشوهات صبغية على الأجنة وبالتالي نرجع الأجنة اللي هن فيهن أي تشوهات صبغية وبالتالي أنا فيقول أنه عملية الطفل الأنبوب هي عملية نتيجتها إذا نجحنا فيها هي أجنة سليمة معافات 100% بدون تشوهات صبغية لأن الأجنة تدرس صبغيا بشكل بأهلة لأنه نعرف هل هل الأجنة ممكن يكون عندهم أي مشاكل وهون عملية الطفل الأنبوب ما بس أحيانا متنعمل لأزواج ما بيقدر جيبوا أطفال لأزواج عم يجيبوا أطفال ولكن أطفال إما عم يموتوا لأنه عندهم تشوهات صبغية حاملين مورسات عم تأدي إصابات عند الأجنة وبالتالي مثلا هذه المورسات إذا الأجنة كانوا ذكور فكلهم بيكونوا غق قابلين للحياة فنحن بنعمل طفل أنبوب لنختار الإناس لنرجعهم لجسم السيدة لحتى تحمل بالإناس والإناس يكونوا سليمين فما كل السيدات بنعمل لهم طفل أنبوب أو الأزواج هني أزواج غرقادين على الإنجاب لا هني أزواج قادين على الإنجاب ولكن للأسف ما عم تستمر هاي العملية أو عم يكون محصول الحمل غير مؤهل للحياة فهي كمان نقطة كتير مهمة دكتور شعدي خلوف اختصاصي أمراض نسائية ومعالجة طاقهم شكرا لوجودك معنا وشكرا للمعلومات لقدمتنا ياهلي وشكرا كتير شكرا لك شكرا كتير